اشتركوا في القناة يعني زي ما حكيت أنا بالبداية هيك أعطيتنا بداية سريعة اليوم رح نتحدث عن الأمراض الصامتة لما نقول أمراض صامتة ما بيكون في إلها أي عوارض أو أي آلام واضحة بشعر فيها المريض فإذا بتعرفنا أكتر هيك بتفصيل وتعريف أكتر شو هي الأمراض الصامتة بسم الله شكرا شكرا على المقدمة كلبة الأمراض الصامتة هي تعبير طبي وتعبير شعبي أيضا المقصود فيها أنه في مراحل من مراحلها قد لا تكون مصحوبة بقي عوارض أي المريض لا يعي أنه لديه مشكلة ومبنية هذا المفهوم مبني على ثقافتنا إحنا الشعبية إنه إذا أنت الشخص اللي ما عنده وجع أو عنده آلام فهو ليس مريضا وبالتالي يعني يصبح عنده إنكار أنه هو مصاب أو أنه عنده سكري أو عنده ضغط الأمراض الصامتة في بداياتها في الغالب عن جميع الناس تكون بلا عوارض سواء مرض السكري مثلا مرض الضغط دم وأساسهم كلهم السمنة نعم ثم أمراض أخرى أيضا مثل استعمال الأدوية المزمنة المسكنات المزمنة أيضا بلا عوارض هو بيأخذ دواء لأشي ثاني وبالتالي تنتهي فيه بقصة أخرى نعم فمعظم هذه الأمراض يفاجأ فيها الناس يفاجأ فيها المرضى بقول لك يا دكتور أنا ما بشكي من إشي وطلع عندي ضغط أنا عبوري ما شكيت من إشي إلا بقول لك إنه الدكتور بقول له عندك سكري نعم طب السمنة دكتور حكيت عن السمنة كيف السمنة بممكن تكون مرض صامت السمنة هي بيت الداء للجميع السمنة هي زيادة جسم وزن الإنسان عن الطبيعي عشرة في المية عن معدل الطبيعي في طوله نعم والسمنة لا يلحظها المواطن إنها بتسبب له ألم لأنه يتعامل معها ويتعود عليها هو مليان بقول لك طول عمره مليان ما شاء الله عوده وفكره حتى في ناس كثير فكرها صحة نعم إنه ما شاء الله عليه صحته صحته غلبيته بقول لك صحته غلبيته يعني إنها سوت له سكري أو سوت له لا سمح الله فالوزن الإنسان طوله فيه وزن يناسب الطول وفيه إلها إلها يعني زي ما تقولي مواصفات عالمية إنه إذا كان طولك كذا وزنك بيكون لازم فيها الحدود لكن اللي حاصل هلا إنه السمنة مرض أصبح أكثر انتشارا في العالم في العقود الأخيرة لدرجة إنه في بعض الدول وفي المنطقة العربية بالذات عدد السمنة فيها تصل إلى 40% من المواطنين صحيح حتى الأطفال 40% من أطفالنا حتى في بعض الدول العربية أيضا مصابين بالسمنة نعم فالسمين صغيرا هو سمين كبيرا وبالتالي سيجد نفس المشاكل ونفس المضاعفات ونفس القصة المرضية المكلفة على الإنسان وعلى أهلهم إذا ما عالج بفترة مضاكرة صحيح طيب إذن خلينا الآن نحكي عن الأمراض الصامتة بشكل عام يعني نسبة تواجدها ومدى تواجدها بالمجتمعات العربية غالبا والعالمية لكن السمنة مثلا تنتشر في العالم بصورة يعني متوحشة خلينا نحكي ما عدد الدول الفقيرة الجائعة ملاش نحطهم ضمن لكن العالم المطرف عالم الأكل السريع عالم هذا يصاب بالسمنة وفيه تقريبا زي ما حكيت لك من 30% إلى 40% في بعض الدول الناس مصابة بمرض السمنة السمنة هي الحجر الأساس فيما يتبنى عليها من أمراض يعني مريض السمنة هو مريض قابل للسكري وسيأتيه مريض قابل للضغط وسيأتيه صح مريض لديه إصابة أكثر بالسرطان وسيأتيه مريض أكثر إصابة بالدهون وسيأتيه مريض أكثر إساءة في استعمال المسكنات وستأتي أمراض متعة لعملها إذن هي أمراض صامتة مجتمعة مع بعض مجتمعة إذا بدك تشوفي أمراض صامتة على واحد سمين هذا مليء بالأمراض الصامتة نعم فأحنا يعني غايتنا أنه نواعي الناس إحنا إذا كنت لا تشكي من مرض أو من ألم أو من هذا فأنت ليس لا يعني أنك بصحة جيدة أبدا نعم قد تكون مريض وأنت مش عارف نعم رح نحكي عن الإجراءات الوقائية وإذا فيه هناك أي إمكانية لمعرفة إذا كان هذا الشخص مصاب بأي من الأمراض الصامتة بضع رح يأتي عليها الكشف عنها لكن سؤالي هلأ بدي أسألك إياه يعني الأمراض الصامتة هل تتعلق بمضاعفات مختلفة لما نقول سكري لما نقول ضغط سنة إلى آخر نعم الأمراض الصامتة هي بحكم أنه أهملها المريض لكونه لا يعرف أنه عنده ضغط لكونه لا يعرف أنه عنده سكري هو مر بفترة زمنية أطول بدون علاج نعم وبالتالي مضاعفات هذه الأمراض ستكون لدي أشد مثلا أهم من أهم أسباب فقدان البصر هو السكري من أهم أسباب ارتفاع الضغط في العالم السمنة والسكري من أهم أسباب فشل كلا في الدنيا كلها السكري ومعظم السكري في درجاته حتى المصاب بالسكري لا يشكو كثيرا لأنه سوى وقاعد ومبسوط وسهران والسكري ممكن يكون عنده 400 في دمه أقول لك ما شاء الله والله أنا مش شاكي الحمد لله أكون شي كويس حقيقة هي تنقصه ثقافة معنى أن يكون السكري مرتفع في الدم أو يكون ضغط الدم مرتفع عنده عالي وهذا توعية هذا جزء من الموضوع يرتبط بالعائلة ثقافيا الأم والأب الوعيين يرتبط بالطبيب أيضا أنت كطبيب مش واجبك فقط أنك تصرف دواء وحبوب وتمشي وعليك واجب مهم جدا أنك أنت تعلم المريض يسموها الإدوكيشن إذا أنت ما شرحت له شو القصة شو معنى السكري شو معنى الضغط شو معنى السمنة إيش راح تتواجه في المستقبل أنت بتعلمه سيكون أكثر التزام في استعمال العلاجات تبعتك سيكون أكثر التزام في مراقبة وزنه سيكون أكثر التزام في مراقبة غذائه هي عادات إذا أنت علمتوا أن هذه العادة عادة خاطئة وأخذناها عن أهالينا بدون ما يعرفوا هم ليش وإحنا تعودنا في عائلة يعني أحكي لك في عائلات من الأم هي الدكتور العيلة الأم إذا الأم بتملح الأكل بصورة أكثر من الطبيعي الولاد كلهم بيطلعوا بحب البلح وهذور جزء كبير منهم سيكون عنده ضغط في المستقبل صح بس هي الكل ما بيعرف الغذاء اللي هو عالي السعرات مثلا اللي هو قيمته الغذائية سيئة كل هاي الأشياء فقر الدم من الأمراض الصامتة فقر الدم إحنا عندنا 25% من أطفال العالم العربي مصابين فقر الدم 25% مولاد مدارسنا في الأردن كلهم إذا كان عندنا مليون 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 طفل مدارس تقريباً عندهم في عندك على قرب ربع مليون مصابين من فقر الدم هاي أمراض الصامتة دكتور إحنا منقول أن الأعراض للأمراض الصامتة هي أعراض غير واضحة أبداً فهون كيف بده يعرف المريض أنه هو مثلا ممكن يكون في عنده احتمالية غير طبعاً عن الأمراض الوراثية يعني بعيداً عن الأمراض الوراثية لأنه الوراثة بالسكري معروفة أنه دائماً الأولاد أو الأبناء مثلاً لأهليهم أو أجدادهم مصابين عندهم قابلية أكثر عندهم قابلية فبيروحوا بفحص بروح يفحص لكن يعني خلينا نقول إذا هي مش أعراض واضحة من إذن نقول أعراض بسيطة جداً هل فيه احتمالية أن المريض نفسه ممكن أنه يشعر من تلقاء نفسه أو إذا هو براقب جسمه مثلاً بطريقة واضحة سيقدر يعرف أنه ممكن أن يكون مصاب هو قد لا يستطيع المعرفة تماماً أنه أنا لازم أروح أفحص بحكم إما عمره بحكم ثقافته قد لا تساعده ثقافة الأهل حوله قد لا تساعده لكن التوعية علينا إحنا كواجب مجتمعي وإعلامي واجب المدارس عليها جزء كبير من أنك تعلم الطالب جزء عن هذه الأمراض الصامتة ماذا تعني السمنة ماذا تعني السكري ماذا يعني الضغط ماذا يعني كذا وأتمنى تعرفي أنا أتمنى على وزير صحة أو وزير تربية وتعليم أنه ينتبه لهذا الموضوع ويعطوا الطلاب حصص أو منهج صغير على مدى مراحل التعليم شيء أبسط كثير مما يأخذوا عن علوم الفلك وعن علوم التاريخ وعن علوم الجغرافيا وعن علوم هذا لأن الشيء يدفع ثمنه كل يوم إذا تعلموا تعلم هذا الطفل ولو بمنهج بسيط يفحصوا فيه خمس صفحات عشر صفحات عن الأمراض الصامتة في علوم الطبيعة وفي علوم الأحياء وكيف نستطيع أن نحن يأخذ سمناها وكيف نستطيعها وكيف يعرف الطالب أنه أنا سعتبت وعيه والأهل كمان لما يكون عندهم تاريخ عائلي وراثي الأيضا لازم يفحصوا أبنائهم أنه ليكون عنده سكري وإحنا ما بنعرف ليكون هذا اسمين هذا ضغطه حالي ما بنعرف خلينا نقي الضغطه يعني وبالذاته نركز أكثر على المدارس وتعليم المدارس طبعا وأطباء إذا كان في المدرسة فيه طبيب لازم يحط عينه على يوحي يقيله دور في المحاضرات دورات لا يقال في عيادة لازم يعطي حصة عن الأمراض المزمنة الصامتة عن السمنة مرة لكل صف مرة كل شهر منيحها التعليم تعليم كويس ترسخ بالدماغ طبعا طب إذا نحكي إذا هيك يعني على الكلف المترتبة زي ما حكيت قبل شوي دكتور لكن هيك نحكي شوي بإسهاب أكثر عن الكلف المترتبة سواء على العائلة أو على الدولة من جراء هاي الأمراض لما نحكي كلف مش بس كلف مادية كلف اجتماعية كلف نفسية وإلى آخره نعم المرض مكلف على الأهل فما بالك لما يكون مجموعة أمراض يعني تلاقي في ناس عندهم سمنة والضغط والسكري مع بعض نعم الكلفة كبيرة على العائلة لأن المعيل هذا راح انتاجي تتقل ومعظمهم بترك وظائفهم حتى ويتقاعد ومبكر اثنين قدرته على أنه النهوض بعائلته كواجب اجتماعي عائلي إنساني أيضا راح يكون ضعيف ثم مصاريفهم على العلاج يعني في بعض العائلات بتصرف أنا بعرف بعض العائلات بتصرف 200 دينار دواء شهري ومقابل السكري وعدم التزامه بالأكل وعدم التزامه بالوزن يعني بدفعها 200 غرامة بدفع لو هو كان عنده وعي جيد لو هو اكتشفت اموره مبكرا كان ما وصل لهذا الوصول أثنين أحد مضاعفات أحد الأمراض الصامتة الكلا عندنا فشل كلوي في الأردن مش بطال أبدا تقريبا 120 فرد بيحتاجوا إلى غسيل كلا كل مليون لكل سنة يعني كل سنة عندنا 460 مريض لازم يغسلوا كلا ونعرف قديش الدولة أيضا تتكلف بغسلوا كلا بنصرف عليهم أو تصرف الدولة عليهم 35 مليون دينار فقط غسيل كلا تبني فيها مستشوى كل سنة تبني فيها مدرستين أربع مدارس تبني فيهم كيف نقدر نقي أنفسنا من الإصابة بالفشل الكلوي؟ يعني مش كتير إحنا بنا نتشعب بالموضوع هي أيضا معظمها وقائي إلى حد كبير ومعظمها لا حول ولا الأمراض الوقائية زي ما حكيتك نبلش بالأسباب الأسباب السمنة بدنا نحارب السمنة بدنا نوعي المجتمع كيف يأكل الناس كيف تأكل من المدارس من كنتينات المدارس المليانة شيبس ومليانة بطاطا ومليانة نوعية الغذاء المقدم للطفل خاصة في مدرسته أنا بعرف أنهم بيأكلوا أكثر ما يأكلوا لحمة أو بيض أو إشي بيأكلوا المواد هاي بصلاح عم بيصير فيه توعية بالمدارس إن شاء الله آه طبعا يتخلصوا من هاي المأكلات أنا وزارة الصحة ودائرة الغذاء والدواء على فكرة مبدعين والله مبدعين في موضوع المدارس دخلوا عليها ودخلوا عليها بقوة وبدون هوادة والله هذا عمل يفيد كل الأهالي وكل البلد في الأحر طبعا أكيد نحكي إحنا عن الكلاء دكتور سألتك عن موضوع الكلاء كيف يستطيع الإنسان يقي نفسه من الإصابة بالفشل الكلوي نصبه الله الفشل أو أشيء إذا كان فيه عندك أسباب تعتقد أو يعتقد الناس إن هذا هو بكشف مرة في كل سنة كل سنتين فحص البول فحص دم الكلاء مراجعة طبيب باطني أو طبيب كلا ويسأل إنه أنا عندي كلا ولا ما عندي إذا هو عنده ضغط بالتأكيد ضغطه رح يؤدي إلى فشل كلا إذا كان الضغط غير ملتزم فيه المريض لازم يعي أهمية حبت الدواء يعني ما بصير أنا أأخذ حب الصوح وأتركها يومين وأخذ وأنساها يومين بعدها نعم مريض السكري نفس الشيء مريض السكري لازم هو يتعلم أو أهله فحصوله السكر في اليوم مرتين ثلاثة أنا بحرف مرضى سكري واعيين واعيين جدا عنده صار لـ 45 سنة عنده سكري لغاية هلأ نظره ما تغير والسكري أبدا ما ارتفع عنده لأنه بصير فيه لأنه واعي واعي ما بيأكل يفحص وواحد ما يفحص أي وجبة أخرى بقول لك لا أنا مش بحاجته هذا السكر اللي أعطيتني أنا ما بيش بحاجته مدنيا أنا مش بحاجة لأكل سكر نعم طبعا نصائح أخيرة هيك دكتور حب تقدمها اللي بيتابعونا النصائح أنه اهتم بالوزن إذا كان وزنك أكثر من اللازم فأنت مريض بدأ فيك المرض إذا كان وزنك أكثر من اللازم نعم استعمال الملح في البيوت استعمال يعني مجحف في حق الولاد في حق البيت مراقبة الفحص الكلا وفحص السكر ولو مرة في السنة يا إفحص للسكر للدهون للضغط لأنه ما بيعرف الدهون صامتة السكر في أوائله صامت الضغط في أوائله صامت ما بتعرف إلا إذا حد شيك لك الضغط صح يعني الناس لازم تتذكر الفحص الطبي زي ما والصحة زي ما بتذكروا الأكل والطبيق والبيت والفحوصات الدورية دائما ودفحوصات الدورية يعني الإنسان يعني عنده خوف على نفسه لازم يخاف على نفسه أنا بدي أتشكرك بالنهاية ونقول ألف سلامة على جميع وأهمية التوعية طبعا بهذا الموضوع بدي أتشكرك الدكتور محمد اللوزي استشاري أمراض الباطنية وزراحة الكرى شكرا لك يعطيك ألف عافية شكرا لك شكرا لك شكرا لك